من الأوزي ووصفتنا لليوم إلى العسل الدوعني وتشتهر حضر موت بالعسل الدوعني من وادي دوعا حيث يعتبر هذا العسل من أشهر وأجود أنواع العسل اليمني عالميا وذا عصيته ليس فقط على مستوى حضر موت واليمن بل تعدى لدول العالم حيث سجل العسل الدوعني فيها من أكثر أنواع العسل اليمني طلبا لدى زبائن العسل طبعا هذا العسل صادر من اليمن ومن وادي دوعا من حضر موت وهي تعد من أكثر المناطق اليمنية في تربية النحل وإنتاج العسل سنتابع تفاصيل أكثر عن العسل الدوعني في هذا التقرير بين منحدرات وادي دوعا في الغرب من محافظة حضر موت حيث تقف شجرة السدري ومصدر أجود أنواع العسل يتخذ الحاج عبدالله بامرضاح منذ ثلاثة عقود العمل في تربية النحل وفرت له بيئة هذا الوادي الذي يمتلئ بأشجار السدر مكانا مناسبا لينتج العسل الدوعني الذي يحتل مكانة متقدمة ومنافسة في الأسواق العالمية يقضي بامرضاح فترة طويلة من وقته أمام خلايا النحل يتفحصها باستمرار وكأنه يفكك أسرار اللذة والجودة التي تميز هذا المنتج العسل الدوعني السر في تميزه لأنه وقت تشجير السدر ما في تكون مجاني ثانية إلا السدر لكن المناطق الثانية يكون معها يخلطها شجار ثانية زي القربة زي العشية زي شجار صغيرة شجارة صغيرة هذا تسبب نقص قودته هذه السر عسر الدوعن لأنه ما في أي شجار ثانية تزحر معه إلا السدر فيكون العسل مميز رغم انحصار المراعي الطبيعية نتيجة لموجة الجفاف التي ضربت المنطقة خلال السنتين الماضيتين والتي شهد إنتاج العسل خلالها تراجعا نسبيا إلا أن وادي دوعن لا يزال يمثل الوجهة الأولى أمام النحالين من مختلف المحافظات اليمنية خصوصا في موسم إنتاج عسل السدر أو كما يسمى محليا بالبغية إذ يعتبر أفضل الأنواع المنتجة بالإضافة إلى الأنواع الأخرى كالسمر والمربعي والمراعي والصيفي فاللذة والإنتاج وسعره المرتفع هو ما يخفف متاعب هؤلاء الوافدين منذ أكثر من شهر نحن من أبناء يافع قينا إلى وادي دوعن من أجل البحث عن العلب الدوعني القودة البغية والحمد لله حصنا مبتغانا وحصنا العسل الأصلي لأن المناطق الأخرى غير دوعن بيكون فيها العسل المخلوط فيه مراعي وفيه علب بغية بس ما يكون القودة ممتازة لكن في دوعن العلب بيكون علب خالص صاغي الطريقة التقليدية في جني العسل لا تزال سارية هنا فمع تعدد الاستخدامات لهذا المنتج كغذاء ودواء ومنشط حيوي تتزايد كميات الطلب عليه في الأسواق الخليجية والعالمية كعلامة تجارية تفاخر بها اليمن المكانة والشهرة العالمية للعسل الحضرمي يجعله أمام تحدي الحفاظ على مواصفاته ومعايير جودته في ظل ضعف مراقبة الدولة وغياب المعالجات العاجلة لحماية هذا المنتج الاستراتيجي الذي ذاع سيطه منذ عقود عبدالله مؤمن يمن شباب من وادي دوعن حضرموت إذن تحية صباحية خاصة للزميل عبدالله مؤمن نشتي عسل من حضرموت عسل دوعني أيضا ضروري ضروري عبدالله مؤمن يطلع بتقرر حق العسل ونحن لا نجد العسل نعم أنا جربت عسل السمر ولكن ضايل أنواع الأخرى نجربها يا حمير كل العسل لذيذ بصراحة كل العسل اليمني ما شاء الله لذيذ أهم حاجة أنه يكون عسل مضمون ومسلح تمام نطلع عسل ما شاء الله نعم ما ينشبع له من طعم ومشهور اليمن بالعسل والبن يعني من أشهر المنتجات اليمنية